اللي يقول إن السعودين مش حق شغل انت مش واعي يا صديقي خلينا أعطيك قرعة واعي وبأقول لك منهم السعودين وإيش ترتيب دولتهم بالنسبة لدول العالم السعودية الأولى على المستوى الوطن العربي في الصحة الأولى بالوطن العربي بمكافحة كورونا والأولى بالوطن العربي في الأبحاث الأولى بالوطن العربي بربط شبكة النقل والأولى على مستوى العالم بضبط القريمة الثانية على مستوى العالم في الأمن السبراني ونت عارفين أهميته والثالثة في الدول العشرين في الحوكمة الرابع على مستوى العالم في التقاعد العشر الأوائل في صندوق السيادي والرابع على مستوى العالم في الانفاق التعليم من أقوى عشر قيوش في العالم لما دقت طبول الحرب لقناهم بصفوف الأمامية وحربهم معانا كتف كتف الأولى في الدول العشرين في الأمن الخامس على مستوى العالم في نت القوال الثانية في الجي عشرين في البنية التحتية في المرتبة 16 اقتصاديا في الجي عشرين بمركز الهداعش في الجي عشرين بالتقارة الإلكترونية والله ما أدري ليكون قصدك شغلهم في المطاعم والمقاهي والبقالات ده كنت تنظر من هذا المنظور الضيق أبشرك نزلوا وأثبتوا وجودهم في السوق وراحوا أبعد من كده وهيئوا القو لعمل المرأة ونزلت للسوق وأثبتت وجودها هذه بس نبدأ من الحاجات اللي موجودة في السعودية في عشرين وعشرين قل لي كيف تكون السعودية في عشرين ثلاثين